سلام الله عليكم متابعين في قناة مصر الآن قبل الفيديو اشترك في القناة ليصلك أهم وآخر الأخبار خوخ مرشوش يتسبب في تسامم ثلاث أخوات في قفر الشيخ وإليكم تفاصيل خبر أصيبت ثلاث شقيقات في محافظة قفر الشيخ بحالة تسامم بعد تناولهن فاكهة الخوخ التي سبق رشها بمبيد حشري في إحدى الأراضي الزراعية طلق اللواء فريد مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قفر الشيخ اختار من اللواء محمد عمار مدير إدارة المباحث الجنائي بشأن استقبال مستشفى مطوبس المركزي لثلاث شقيقات مصابات بحالات تسامم على الفور انتقرت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة كل من رتاش خمس سنوات وشقيقاتها رانيا ثمان سنوات وبسملة عشر سنوات بالتسامم بعد أكلهن فاكهة الخوخ وبسؤال الأهل أفادوا بأنهم أصابوا بحال التسامم بعد أكلهن فاكهة الخوخ وفور نقلهم إلى المستشفى وعرضهن على الأطباء أكدوا أن أعراض التسامم تلك نديجة مويدات حشرية رشت بها الفاكهة وهي في الأرض الزراعية ومع تدهر الحالة الصحية لهن داخل مستشفى مطوبس المركزي لعدم توفر الإمكانيات اللازمة لإنقاذاهن تم التنصيق بمعرفة طوارئ مدرية الصحة بقفر الشيخ ونقلهم عن طريق سيارات الإسعاف إلى مركز السموم التابع لمستشفى الجامعة بالأسكندرية تحرى عن ذلك المحضر اللازم وأخترت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وإنقاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفي نهاية الفيديو اشترك في القناة ليصلك أهم آخر الأخبار المصرية والعالمية